يا رحمن الرحيم يا مساء الفل على كل الأهلوية في كل مكان حلقة جديدة وأخبار جديدة هتكون معانا النهاردة في برنامجنا في حلقة الأشبان ضفنا في الجزء الثاني هيكون واحد من اللاعبين الصاعدين اللي تنبأنا ليهم كثيرا في برنامج الأشبان وقلنا إن شاء الله كل مستقبل كبير وانتظروه في الوقت القريب معتز محمد اللي احنا شفناه في مباراة الأهلي والمصري واحد من اللي تقلقوا واحد من اللي بدأوا يقولوا احنا موجودين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي ومن هنا من أول يوم كنا بنراهن وبنقول إن احنا عندنا في قطاع الناشئين منجم من دهب عندنا لاعبين مميزين هتشوفوهم وده مش بالكلام كنا دايما بنرد على الناس اللي بتقول للأسف قطاع الناشئين ما فيوش مواهب كنا لا بنقول عندنا مواهب بس كان لما الفرصة بتيجي ودايما في الأندية الكبيرة الفرصة بتكون صعبة شوية دايما بتلعب على كل المسابقات دايما عندك نجوم من العيار الثقيل دايما الفرصة بتكون صعبة شوية لكن لما الناشئ بياخد فرصة بيقدر بيقدر يثبت نفسه ان هو فعلا موهبة شوفنا الفترة الاخيرة عندنا مواهب ظهرت في قطاع الناشئ بالناد الاهلي وقدروا يلعبوا مع الفريق الاول